نفع المركز الاعلامي لمجلس الوزراء وجود نقص في العددات الكودية بشركات توزيع الكهرباء مما تسبب في تأخر تركيبها للمواطنين المتعاملين بنظام الممارسة وقام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء التي شددت على توفر رصيد كاف من العددات وتوريدها أولا بأول لكافة شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بشكل يكفي لكل الطلبات المقدمة كما أشارت الوزراء إلى أنه تمال انتهاء من تركيب حوالي 550 ألف عدد كودي للتحول من نظام الممارسة حتى الآن مع استمرار شركات التوزيع على مستوى الجمهورية في إجراء المعاينات لباقي المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط